سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مرة اخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة مرة اخرى مع شرح لطريقة وضع شعار فوق الفيديو اي فيديو تريد نشره وذلك بسرعة وسهولة في مرة سابقة تترقت وشرح طريقة فعل ذلك عبر برنامج هدو الفيديو يمكنك مشاهدة مرة اخرى وتحت رابط تجدون رابطه تحت الفيديو كما يمكنك ايجاد رابط تحميل هذا البرنامج المشهور ويشتهر باستعماله يستعمل الكثيرون اه اصحاب الالعاب لتصوير اللعبة وبتها على الانترنت كما يقومون ببت كاميرا موجهة اليهم وهذا البرنامج اعتبر من افضل اه تلك البرامج هذا هو هذه الواجهة له وهو مجاني والنسخة المجانية يمكنك تفعيل اه عمل بها الكثير وسنتطرق الى حيلة بسيطة فيه اه تمكنك من وضع الشعار في اي مكان شعار صغير في بمجرد ان تقوم بتصوير سطح المكتب او اي فيديو من اليوتيوب البرنامج تجدون رابطة وضحت الفيديو كما قلت وفيه اه يدعم اللغة العربية وخيارات كثيرة لاصحاب الالعاب وتسجيل الشاشة وغيرها. مثلا اريد تسجيل اه فيديو او لقطة من اليوتيوب. اقوم بتركيز هذا النافذة. اقوم بتركيز النافذة على صفحة اليوتيوب. هكذا. ثم يبدأ اليوتيوب وتضغط هنا على تسجيل. فمباشرة يبدأ تسجيل اللقطة من الفيديو على اليوتيوب. ثم توقف. عند اهقاف التسجيل. بمجرد دخول هنا في هذا المجلد افتح تابع لالبرنامج. تجد ذلك الفيديو المسجل. نقوم بفتحه. هدوة. كما تشاهدون في الجهة السفلة يمين هناك شعار او لوغو آآ ناسيم ديزات. وذلك اللوغو قمت بتصميمه وهدوة. هدوة اللوغو. كيف الان قمت بوضعي في البرنامج. وذلك بالذهاب الى هنا قائمة تجد خيارات. ذلك في تلك الخيارات تجد البحث عن علامة مائية هنا علامة مائية. ثم علامة مائية تختار هنا مكان تلك العلامة هي في المكتب في هذه الحالة. هذه العلامة. ثم هنا تبحث تختار المكان في الشاشة في الاعلى اليمين في الوسط كما تريد وضع ذلك الشعار. كما يمكنك آآ وضع بعض الشفافية من هنا. او زيادة اظهاره بشكل جيد. يمكنك اوضعه في الوسط. ان كان فيديو حصري وتقليل الشفافية ليظهر في الوسط تماما. سنجرب مثلا الى ستة وستين وفي وسط الشاشة. ثم موافقة. بعد الكرة مرة اخرى نختار الفيديو. يبدأ الفيديو تسجيل. تم التسجيل نوقف. ونشاهد مرة اخرى الفيديو. هذا الفيديو التاني. كما تشاهدون هناك شعار في الوسط هذا هو ناسيم تي زت. فبسهولة وبساطة وسرعة فيمكنك ان اشر هذا الفيديو مع شعار لموقعك او اي شيء تريد الترويج اليه. هذا البرنامج فيه خفايا كثيرة ومتعددة من هنا خيارات يمكنك التعديل على الكثير من الامور. فاخترنا لكم اخترت لكم هذه الطريقة او هذه الحيلة البسيطة. فيمكن ان تفيد الكثيرين. فكان هذا الشرح اليوم الى الشرح القادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله والحمد. لا تنسوا الاشتراك دائما في القناة. الى الشرح القادم بإذن الله. سلام.